موسيقى بعد أن وضعه رئيس الجمهورية كإحدى أولويته في برنامجه الانتخابي ها هو قطع الصحة يشهد إصلاحات على عدة مستويات فجاء استحداث خارطة صحية جديدة تهدف لتحسين الخدمات الطبية على مستوى جميع المستشفيات مع تشهيد مراكز استشفاء جديدة ومتخصصة كل هذا لضمان تغطية صحية شاملة للمواطن الجزائري 2021 سنة عدفها رئيس الجمهورية بإنجاز مؤسسة استشفائية بمعايير عالمية تتكفل بالحروق صائفة 2023 مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا يدشل من قبل الرئيس ويدخل رسميا حيز الخدمة ليصبح أنموذجا من حيث الخدمات والمعدات العلاجية مستشفى سيسمح بعلاج حالات الحروق المعقدة في الجزائر بدل توجيههم للخارج الحرائق 2021 كنا التازمنا بش يكون فيه مستشفى للحروق الكبرى مرانا فيها اليوم الحمد لله مدى بيار يعني نشتغلوا بكيفية لتخلينا من خلحت جزائري يروح أنا نجيب الطبيب يعارجوا هنا تطور الهياكل الصحية يأتي لتوفير أحسن الخدمات وتسهيلها فالمستشفى العسكرية الجديد الأم والطفل بابن مسوس لبنة أخرى تضاف إلى سلسلة المنشآت الصحية العسكرية منشآت تضم العديد من المصالح على غرار مصلحة أمراض الدم وسرطان الأطفال ولضمان تغطية صحية عادلة عبر ربوع الوطن وتجسيدا للالتزام الذي أطلقه رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية سنة 2019 ها هي ولاية الجلفة تستلم مركزا لمكافحة الصرطان بعد ثلاث سنوات من بداية إنجازه مركز سيساهم في تخفيف الضغط على بعض المستشفيات الكبرى ويريح المصابين من عناء التنقل كما سيمنح للمرضى الخاضعين للعلاج بالأشعاء فرص الشفاء بفضل تقلص المواعد ولاية تندوف أقصى الجنوب الجزائري عرفت نفس الإجراء حيث دخلت وحدة معالجة الأمراض الصرطانية وأمراض النساء حيز الخدمة تنفيذا لتعليمات الرئيس بعد زيارته للولاية مستشفى عصري مجهز أنا شيري أنتزم به معكم هذا القرار مجرد ما ندخلوا إلى عصمة قرار هذا يجي هنا وزير صحة ويزور ويعطيكم موعد قصير لنجهز فيه للمستشفى هذا الحديث عن مكافحة الصرطان خلال سنة 2023 يجرنا حتما للتنويه بمبادرة رئيس الجمهورية لمكافحة الصرطان بعد التزامه بحماية صحة المواطنين وترقيتها مبادرة ترتكز على الوقاية والتشخيص المبكر للمرض ومكافحة عوامل الخطر مع تشجيع وتطوير البحث العلمي وتوجيه الاستثمارات الكهر نووية للاستعمال الطبي ولدعم المبادرة بالموارد المالية اللازمة فقد تم تخسيس سبعين مليار دينار جزائري كمرحلة أولى مع تعيين البروفيسور والمختص في علم الأورام عدب نجاح على رأس المبادرة سنة 2023 شهدت كذلك التوقيع على اتفاقية الشروع في إنجاز المستشفى الجزائري القطري الألماني والذي يعد من أبرز المشاريع الصحية الواعدة التي أطلقها رئيس الجمهورية والمتوقع استلامه سنة 2025 بسيد عبدالله وعلاوة على اهتمام الرئيس بتجديد هياكل قطاع الصحة فقد حرص على ضرورة تقريب الصحة من المواطن ما يترجم إعادة الاهتمام بتحديث مؤسسات الصحة الجوارية وإدراج العديد من الاختصاصات الطبية التي كانت تفتقر لها في السابق للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى رغم كل هذه المشاريع والبرامج الصحية المسطرة لم يغفل رئيس الجمهورية اهتمامه بالمنتسبين للقطاع ما ساهم في معالجة الكثير من الاختلالات السابقة وإعادة الاستقرار والتوازن للمنظومة الصحية بفضل الحوار الاجتماعي الرئيس حرص ومنذ اعتلائه سدة الحكم على التكفل بالمطالب الشرعية لممتهني الصحة فضلا عن مراجعة القوانين الاساسية وسن قوانين اخرى تحمي وتصون حقوق الجيش الابيض بما يخص الامور المالية والمسار الوظيفة لكل من ينتبونا الى اسلاك الطب انا ملتزم به قبل نهاية السنة ان شاء الله الالتزامات التي قطعها الرئيس للنهوض بقطاع الصحة تتجسد اليوم من خلال ادخال اصلاح عميق وشامل يهدف لتمكين المواطنين من الوصول السهل والعادل للهياكل الاستشفائية والحصول على احسن الخدمات الصحية